مدينة طينطان تحتضن واشغال ورشد حول تسهيل البنى التحتية المنتجة في البلديات ولقرقل يودي زيارة طلاع لبعض التعاونيات الزراعية النسوية في مناطق ببلدية جول أهلاً مرحباً بكم طيب الله ووقاتكم احتضنت مدينة طينطان أعمل ورشة حول تسهيل البنى التحتية المنتجة في البلديات يشاركوا في الورشة المنظمة بالتعاون بين الإدارة العامة للمجموعات المحلية والوكالة البرجيكية للتعاون ممثلون عن السلطات الإدارية والمنتخبون والفاعلون المحليون تسير البنى التحتية المنتجة في البلديات هو موضوع هذه الورشة المنظمة في مقاطعة طينطان من طرف الوكالة البلجيكية للتعاون لصالح السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وبقية المعنيين بالمشال وذلك بإشراف والي الحوض الغربية إن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار سياسة حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود طبقا للتوجيهات النيرة لفخمة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني كما يأتي تنظيمها في إطار تحسيس السلطات الإقليمية والمصالح الفنية اللامركزية للدولة والمنظمات المجموعية حيث سيتم بالتنسيق مع الوكالة البلجيخية للتعاون والمديرية العامة للمجموعات الإقليمية لتنظيم أربعة ورشات في قدماخة والأصابة والحوضين ويأتي تنظيم الورشة ضمن سلسلة ورشات مماذلة تم تنظيمها بالتعاون بين الإدارة العامة للمجموعات المحلية والوكالة البلجيكية للتعاون يستمر هذا البرنامج اليوم من خلال ورشة العمل هذه التي ستناول آليات تسيير البنية التحتية المنتجة الجماعية بالتعاون مع المديرية العامة لمجموعات الإقليمية في وزارة الداخلية والمركزية من ناحية أخرى قامت الوكالة البلجيكية لتعاون بالتشييد وعيادة التأهيل البنية التحتية الزراعية الرعاوية بالولايات الأربعة المستهدفة في منطقة تدخلها ويستمر تدخلها أيضاً في ثلاثة ولايات أخرى رئيس جهة الحوض الغربي وعمدة بلدية طينطان رحب بالحضور وأكد أن الاهتمام بتنمية المحلية وتطويرها يشكل أولوية مهمة بالنسبة للمنتخبين المحليين داعين المشاركين للاستفادة القصوى من مخرشات الورشة ويأمل المشاركون في الورشة بالخروج بخلاصات وتوصيات تعزز إلمامهم بتسير البنى التحتية البلدية في مناطق عملهم لضمان تعزيز اللامركزية وترقيتها لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة الطينطان هدى والي قرغل الصباح اليوم مزيارة طلاع لبعض التعاونيات الزراعية النسوية في مناطق تابعة لبلدية جول وتساهم هذه التعاونيات في إنتاج مختلف أنواع الخضروات للتموين السوق المحلي بهذه المادة خلال شهر رمضان المبارك منطقة ايرافوندي زراعية وتابعة لبلدية جول عين والي قرغل أحمد نورسيدبا صحبة سلطات الإدارية ومثل الجهزة الأمنية وضعية إنتاج التعاونيات النسوية من مختلف أنواع الخضروات استعدادا لشهر رمضان المبارك وقد بكنت زيارة من التعرف على كميات الإنتاج وأبرز المشاكل المطروحة والتي تتعلق أساسا بوسائل التسويق ونقص التكوين والمعدات وهي إشكاليات أكد لقرغل أنها ستجد طريقها إلى الحل فورا تجسيدا لاهتمام رئيس الجمهورية بدعمه ومؤاذرة النساء المزارعات نظرنا هذه التعاونيات والحمد لله تأكدنا على أن فيها إنتاج مرموس لأنه يدور ساهم في اكتفاءنا ذاتي في رمضان إن شاء الله من منتوج وطني هذه التعاونيات أساسا تعاونيات نسوية تفتقد إلى الدعم وتفتقد إلى الإرشاد الزراعي نحن إن شاء الله ابتداء من الصبح هذه التعاونيات نظرنا ندعمهم بالوسائل الضرورية لتحسين إنتاجهم لمعادات الزراعية ونظرنا نتواصل معاهم من أجل تسويق إنتاجهم الاعتبار على أن اكتفاءنا ذاتي من الخضروات في فترة رمضان شي مهم جدا والدولة تعلق عليها أمال كثيرة شاكر هذه التعاونيات النسوية على هذا المجهود القيمة اللي عدلوا وراش إن شاء الله على أن القرى اللي قريبة من أيرفوندي واللي عندها نفس الإمكانيات على أنها تحذو هذه التعاونيات إياك البلد يعود عنده اكتفاء ذاتي من الحبوب والخضروات المزارعون في قرية أيرفوندي ذمنوا هذه الزيارة والتعاطي السريع مع مشاكلهم مؤكدين استعدادهم لزيادة الإنتاج والمساعدة في تقطية حاجيات سوق المحلي من الخضروات خلال شهر صيام وخلال وجوده في هذه المنطقة أدى ولغورغول زيارة لمدرسة القرية حيث طلع على سير دروس ومستوى حضور المعلمين داعيا إلى تكريس قيم ومبادئ المدرسة الجمهورية الجامعات لكافة أبناء الوطن محمد علي سالك لقناة الموريتانية قرية أيرفوندي ولاية غورغول اختتمت مساء أمس بكي هيدي فعاليات البطولة المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية للكرة الحديدية قد عرفت هذه البطولة مشاركة فرق من ولايات الأعصابة وقدي ماغا والبراكنا إضافة إلى ولايات غورغول بعد يومين من المنافسة بين الفرق المشاركة على مستوى بطولة الكرة الحديدية المنظمة بولاية غورغول تأهل فريق من غورغول وآخر من البراكنا إلى الدور النهائي ليتوج فريق غورغول بكأس البطولة والتي تسلمها قائد الفريق من والي غورغول أحمد نولسدب فيما حل فريق البراكنا وصيفا للبطولة وأحرز فريقان من الأعصابة وقدي ماغا المركز الثالث بالتعادل على مستوى النقاط هذه البطولة كانت تنظيمة جيدة ولكن نبقى تطور هذه اللعبة من دعم الاتحادية دور الدعم الاتحادية توفير جميع المستلزمات الرياضية وشاكرينها على كل حالة شاكرين الاتحادية ومولي على دعمهنا دعمتنا دعم ممتاز وشاكرين كل فرق المشاركة للروح الرياضية الحمد لله بطولة كانت زينة حمد لله وكانت مشتلة طيبة الحمد لله الولايات الحمد لله الارضة وولاية زينة وبطولة زينة كانت حمد لله معنا بياشي عدد الفرق الحمد لله 16 فريق الحمد لله الحق أن الحمد لله مرحلة الحق أنه في نال نهائي البطولة شهد حضر السلطات الإدارية والأمنية على مستوى الولاية كما عرف حضورا جماهيريا كبيرا خلق جوا حماسيا داخل الملعب وحفز اللاعبين كما اتسمت المباراة النهائية بتحل اللاعبين بقدر كبير من الروح الرياضية البطولة كانت على المستوى كانت تنظيمة يرقى إلى المستوى برغم بعض من الأمور رأنا شاكرين السلطات الإدارية التي شرفت على هذا شاكرين الاتحادية وتحية الرياضة شاكرين الفرع كاملة كانت مشاركة في البطولة ألاقي كيفة سلي بابي الفريق الفايس العصابة وكيهيجي الفايس بالبطولة نسخة ثانية من بطولة الولايات الجنوبية وشاركين الجميع اللاعبين اللاعبين كانوا مشاركين في الدورة وتسعى السلطات الإدارية بولاية غرغل إلى تشجيع الرياضة بشكل عام والكرة الحديدية بشكل خاص حتى تتمكن أندية وروابط غرغل من المشاركة على مستوى كافة البطولات التي تنظمها الاتحادية الوطنية للكرة الحديدية والتي من المقرر أن تنطلق في إحدى ولايات الوطن خلال الأيام القادمة لقناة الموريتانية معاد عبداوة مدينة كيهيدي احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر ولايات التلارزة اجتماعا تحسيزيا عقدته بعضة من مهوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مع السلطات الإدارية والأمينية وممثل المصالح الجهوية وهيئة المجتمع المدني يهدف الاجتماع إلى شرح القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحث السبل المذلى للعمل على تطبيقها تمشية مع توشيهات الدولة وخلال هذه الاجتماع تم التأكيد على ضرورة مواكبة سياسة الدولة الهادفة إلى ترقية وحماية حقوق الإنسان والد ترارزة حتى على ضرورة الوقوف في وجه كل أشكال التمييز والتطرف وفق القوانين المعمول بها في هذا المشار الدولة القانون الشرعية تطلب المواطنين كاملين نعود عندهم الحق وغلوج الخطبة العمية بشكل متساوي هذا هو اللي دعانا لنا نطلبوا حضور الاجهزة الأمنية والعسكرية والمنتخبين ومستوياتهم كاملين للجهة والبلدية والمصالح الأخرى المجتمع المدني والعمل الاجتماعي والتهديب الوطني كيفة المصالح المعنية إياك أن نحضروا لقاء أو نقاش تقودوا مواطنين حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المستمع المدني مع هذه الأمور العالية للكرت من أجل إعداد خطة جهوية المكافحة التمييز بشكل كامل واللي من شأنه يؤثر على الشنغال المؤام الاجتماعي اللي يعتبر هدف كبير من أهداف السياسة العامة للدولة وركم كبير من أركان تعهداتي فقانطر أجل الجمهورية سيد محمد الشيخ رازواني طبعا حكومته والتالي الله عود هدف مصالح المنتخبين للجهات الانتخابية كاملة اللي هي المجموعات المحلية والسلطات الإدارية والأمنية ونقدموا الخدمة بشكل متساوي لأي مواطن جيدورها بطريقة التي يقدمها به ترأس والي قدماغ أحمد ولمحمد محمود ولديه ترأس زوال اليوم بمبان لولاية اجتماعا للجنة الجهوية المكلبة بالتهيئة والمتابعة لفعاليات النسخة الثانية من الأسبوع الجهوي للثقافة والشباب والرياضة المدرسية النظم من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة العلاقات مع البرلمان يهدف هذا الأسبوع إلى تنشط سياحة الثقافية وتسليط الضوية على أبرز التحديات والقضايا الوطنية المرتفطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أدى ولي إنشير إدريس دامبا كوريرا صباح اليوم زيارة تفقد وطلاع للمدرسة رقم أربعة في مدينة يكجوجت حضر خلالها رفع العلم على أنغام النشهد الوطني تدخل هذه الزيارة في إطار مواكبة السلطات الإدارية في الولاية لسير العملية التربوية وتقييم مستويات التلاميذ والإطلاع ميدانيا على النواقص والاختلالات الملاحظة بغية التغلب عليها في أسرع وقت ممكن وذلك ضمانا لإنجاح المدرسة الجمهورية وعقب الزيارة أدلى ولي إنشيري بتصريح ثالي لقناة الموريتانية لاحظنا حضور التلاميذ وحضور المعلمين كما أننا أيضا لاحظنا حضور المعلمين وأيضا مستوى التلاميذ مستوى مقبول جدا الحمد لله ونحث أباء التلاميذ أيضا على مراقبة الأبناء وحثهم على مراجعة بعد الدوام وأيضا نحث المعلمين أيضا على مضاعف الجهود من أجل الرفع نسبة النجاح في هذه السنة إن شاء الله في المسابقات الوطنية وأيضا نحث إدارة الجهوية للتعليم على مراقبة أيضا حضور المعلمين في الوقت وأيضا حضور التلاميذ أيضا ودائما أيضا تحاور مع أباء التلاميذ من أجل مراقبة الأولاد أدى والي أدرار عبد الله ولمحمد محمود زوال اليوم زيارة تفقد وطلاع لمركز الاستطباب الجهوي بمدينة أطار تهدف الزيارة إلى معاينة ما تقوم به بعثة من البرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة والتي تجري عمليات جراحية لمرض العيون إضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية وتجول الوالي والوفد المرافق له داخل الأجنحة المخصصة للبعثة الطبية المكونة من أربعة أخصائيين في مجال جراحة العيون قد استطاعت البعثة الطبية منذ قدومها إلى الولاية إجراء خمسين عملية جراحية للعيون إضافة إلى تقديم عشرات الاستشارات والمعاينات يدخل عمل هذه البعثة ضمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة العمى خاصة الطبية وعقب الزيارة أكد والي أدرار في تصريح لقناة الموريتانية أهمية عمل البعثة الطبية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين الأكثر احتياجا بالولاية اليوم قائمين بزيارة القافلة التي تزور وليتها درارة هؤلاء أيام قافلة من أخصائيين مراضي العيون متطوعين جازين متخير جايين يكشون مراضي العيون هنا ويعادوا العمليات والإقبال عليهم لا بأس به وهم يعادوا كافة المعاينات وكافة العمليات بشكل تطوعي ومفرين الدولة ومشاهبين الأجهزة معاهم ولا حكومة للحمد لله هي المستشفى فيها الأجهزة متطورة جدا وضافوا هلل عندهم الأجهزة مشتاقلوا على الجميع وراني بالمناسبة شاكرهم ومثمن مجهودهم وراجلهم عند الله توفيق وحضر المواطنين على هذه المناسبة اللي شبروا ما تكلفوا فيها سفاروا لا دولة ولا تكلفوا فيها ثم العمليات بدأت بعثة طبية إسبانية عملها بمقاطعة بيرمغرين من خلال تقديم الاستشارات والعلاجات للمراجعين في المركز الصحي بالمدينة يدخل عمل هذه البعثة في إطار تعاون المثمر بين جمعية هيومان كوب ومنتخب المقاطعة بإشراف من السلطات الإدارية بعد استكمال كافة التجهيزات اللازمة من طرف جمعية هيومان كوب الإسبانية بات المركز الصحي في مدينة بيرمغرين مستعدا لاستقبال المراجعين عشرات الأطباء في اختصاصات متعددة سيقدمون على مدى عشرة أيام استشارات وعلاجات وأدوية بالمجان للمرضى ضمن تعاون بين الجمعية الإسبانية ونائب المقاطعة في الجمعية الوطنية أحمد سالم مولنويغو السلطات الإدارية أشرفت على عمل البحثة التي تعكس زيارتها عمق العلاقات بين بلادنا والمملكة الإسبانية سدرنا بهذا الطب قطعنا عنه طاون شروح واردة وشروح مفصلة شاكرينهم عليه ما لناس يمولي عنه هذا كامل اللامو الجهود النايب إذا الله خلم الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين في مجال الطبي كان له الأثر البارغ بالرع من مستوى العمل الصحي بالمقاطعة الحدودية البعث الجاية إن شاء الله هنا يتعود في الزوارات يتعود العمليات كاملة إن شاء الله نختاره ذلك كامل منهم اللي عنده مشكلة والله شي يطرحها لنا نقول إن شاء الله ننقله من هون قائس الزوارات إلي أن تعدلوا عملية ويرجع بخير إن شاء الله كامل نعرف عن الصحة هي همشة عند الإنسان إنسان منين يعود الصيح يتعحوا للأمور الثانية مجالة الحياة الثانية كاملة لا قدر الله إن ما يتوفر على الصحة ما هو له يطرحها بالو شي ثاني يسوه وشوفه ولي نقدم لهم الشكر مرة ثانية على تحمل عناء السفر والمتاعب واخصار تهمهم إياك يجونا هنا في بيرو المقراني داونا ومواطنين المراجعون الذين قدموا من كافة مناطق ولاية تيرس الزمور أشهدوا بالخدمات الصحية المقدمة من طرف البعثة الطبية بشكل دوري تواصل جمعية هيومانكوب زياراتها إلى مدينة بيرمقران لتقديم الدعم الصحي للسكان والإسهام في تطوير المنظومة الصحية في ولاية تيرس الزمور تالي الصادق قناة موريتانية مدينة بيرمقران نظمت المنسقية الوطنية لأصدقاء غزواني مسأمس في بلدية بلل تظاهرة سياسية لتثمين إجازات رئيس الجمهورية ودعمه للترشح لمأمورية ثانية حضرت تظاهرة أعضاء المنسقية وعدد من الفاعلين السياسيين ومنتسبين المنسقية في بلدية بلل خلال هذه التظاهرة أشهد رئيس المنسقية جلو آمادو كورال بشوف الانفتاح الديموقراطي الذي تعيشه البلاد وما تحقق من إجازات بفضل السياسة الرشدة لرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني المتدخلون في هذه التظاهرة ذمنوا ما تحقق من مشاريع اقتصادية وتنموية في مختلف مناطق الوطن مطالبين رئيس الجمهورية بترشح لمأمورية ثانية لمواصلة مسيرة البناء وترسيخ قيم المواطنة ونبذي خطاب الكراهية وتحقيق مرامي وأهداف المدرسة الجمهورية كما أجمع المتدخلون على ضرورة تكاتف الجهود من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت من إضافة إلى العمل على اغتنام جو الانفتاح والأمن الذي تعيشه البلاد هنا تنتهي نشرة أخبار الولايات نعود لتذكيري بعنوانيها الرئيسيين مدينة طانطان تحتضن أشغال ورشة حول تسيير المنى التحتية المنتجة في البلديات ولي غورغوليو أجي سيارة طلاع لبعض التعاونيات الزراعية للسوية في مناطق ببلدية جول نشرة انتهت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر